جادل بشأن أحدث مسودة قرار في مجلس الأمن حول اليمن فقد اعترضت دولة الكويت عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي على مشروع القرار البريطاني المطروح على أعظم مجلس الأمن بشأن الأزمة والحرب في اليمن السفير العتيبي أوضح في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في نيويورك أن مشروع القرار لم يلتفت لشواغلنا وأن الكويت ودولة أخرى كسارة حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن وهو إجراء تظهر من خلاله الدول الأعضاء في المجلس اعتراضها على مسودة القرار قبل أن تتحول إلى قرار صادر على المجلس ويناقش مجلس الأمن مشروع القرار الذي طرحته بريطانيا لتأييد اتفاق السويد ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بتقديم مقترحات حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات ويدين المشروع الإمداد من أي مصدر كان بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حضر الأسلحة لكنه لا يذكر أي دول بعينها كما يدين الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين وبحسب الدبلوماسيين بالأمم المتحدة فإن بعض الدول الأعضاء ترغب في أن يركز مشروع القرار بشأن اليمن على اتفاق وقف طلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد وحذف الجزء المتعلق بالأزمة الإنسانية من المسودة وعلى الرغم من الاعتراض الروسي على طلب الولايات المتحدة تضمين مشروع القرار إدانة صريحة لإيران على وجه التحديد فإن واشنطن تهدف إلى تبني مشروع القرار خلال هذا الأسبوع وزير الخارجي البريطاني جيرمي هانت أوضح أمام مجلس العموم أن مشروع القرار يحظى بتأييد من الولايات المتحدة ويركز بدرجة أساسية على الجوانب الإنسانية والسعي للتوصل لحل لإيقاف الحرب في اليمن والمستمرة منذ قرابة أربع سنوات وفيما يواجه وقف إطلاق النار تحديات خطيرة في الحديدة متمثلة في الانتهاكات المستمرة التي تهدد بفشله تمكنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يقودها الجنرال الهولندي المتقعد باتريك كاميرت من عقد أول اجتماع لها وصف بالناجح عبر الفيديو المغلق وبمشاركة ممثلين عن الحكومة والحوثيين ومن المقرر أن يصل كاميرت السبت القادم إلى صنعاء ومنها إلى الحديدة لمباشرة مهامه وسط استمرار الخروقات الخطيرة لوقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر